مرحبا برج الحوت اهلا فيك في قراءتك العامل القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي وايضا القمري عزيزي برج الحوت راح ابتدي معاك بالجانب العملي ومن ثم نلقي ونظرة على وضعك العاطفي وننتهي بالاخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر الوضع العملي ممكن يكون الدراسة، المشاريع، البزنس وحتى الوظيفة اول كرت هني عندنا راح يكون تبع الطاقة الحالية الامبراطور حدد هدفك وصلت الى مرحلة يا برج الحوت تستحق فيها ان تقوم او لك القدرة ان تقوم باتخاذ قراراتك الخاصة ولكن انا اشوف برج الحوت هني ما في احد يتفضل عليك بهاي المكانة هذه المكانة انت حققتها لنفسك بسبب اجتهادك بسبب انا صبرت كثيرا من اجل ان تنول شهادة معينة وظيفة او حتى اموال ان تعبت الامبراطور لا يستيقظ على منصبة بين يوم وليلة في اجتهاد في سنين من العمل والتدريب اجتهد وان شاء الله راح تبتدي ما راح اقول لك هني ما اشوفك تحصد ثمار كثر ما انت قاعد تعيش امتيازات يعطيك هيها هذا المنصب هذا المكان الاجتماعي او حتى الوظيفية الجديدة اللي انت راح تحصل عليها بداية بهذا الشهر هي نتيجة تعبك وجهتك لوحدك الطاقة اللي طالع منها يا برج الحوت طاقة برج الثور هني عندنا الحمل في الامبراطور وهني برج الثور الهايروفانت او المأذون نعم اشوفك هني انت تعرف لما يقولون بالانجليزي I paid my dues دفعت الثمن اللي لازم ان ادفعها من اجل ان انجح من اجل ان اكون يعني انسان استطيع ان اتخذ قرارات خاصة عندك نوع من الاستقلالية راح تتمتع ايضا فيها خلال هذا الشهر طاقة المستقبل برج السرطان ثلاث كرتات رئيسية من التارو العربة اشوفي هني يا برج الحوت ينتظرك اما سفر سوري اما سفر سفر او انتقال عندنا هني بعضكم راح يحاولون يحصلون على رخصة ممكن تكون رخصة المزاولة مهنة معينة شهادة احترافية بعضكم يحاولون ان يدربون من اجل السياقة ينتقلون يضطرون هني ان ينتقلون من مدينة الى مدينة من اجل الجامعة عندك انتقال سواء كان جسدي او حتى في الحياة بشكل عام يعني تنتقل مثلا من تلميذ الى موظف من تلميذ ثانوية الى تلميذ جامعة من موظف الى منصب اخر عندك انتقال جميل جميل خلال هذا الشهر الطاقة اللي راح تحتاجها تسعد الاخصان تسعد الاخصان مثل ما اقلت لك ليش ابتديت هنا معاك القراءة اقول لك ما في احد عطاك او تفضل عليك بالامتيازات اللي راح تبتدي تعيشها فهني لا تحس انك مدين للاخرين بايشي خلا نشوف النتيجة عشرة السيوف في اشخاص راح يحسون هنا ولكن ما عليك انت مش مشكلتك في اشخاص راح يبددون يقولون برج الحود تغير علينا برج الحود من حصل على الوظيفة الفلانية او افتتح المشروع الفلاني اوكي تغير علينا صار شايف حاله طلعت الوان الحقيقية ولكن ما عليك من هذا الكلام كله ما عليك من الذنب اللي يحاولون ان يحسسونك فيه لانه عزيزي مثل ما اشوفي هني امتيازات استقلالية حتى مو فقط امتيازات مادية امتيازات راح تحصل عليها بسبب قاعد ترتفع عتبة مش خطوة عتبة كاملة انت على وشك ان ترتفع لها خلال هذا الشهر لا تنسوا ان احنا مقبلين على العطلة الصيفية الكثير من الاشخاص راح يسافرون نعم كثير من التراميذ راح ينتقلون من مرحلة الى مرحلة اعلى خلا نوضح الكروت الامبراطور ثمان الخماسية العمل المضني التركيز في العمل احنا نعمل والناس قاعدين يستمتعون يخرجون احنا كنا نقضي كل وقتنا وجهتنا وتركيزنا في العمل هذا هو كأنما اللي قاعدة اشوف الحكاية وراء النجاحات اللي راح تأتي في طريقك وراء الراحة اللي انت راح تكون مستعد ان تعيشها بداية من هذا الشهر خلا نوضح كارت برج الثور وهو المعلوم نفس الشي العالم السفر الارتحال الانتقال هذا كارت ايضا يعني التخرج اشوف هني لا تنسى انك يا برج الحود كارتك هو في التارو القمر وايضا الهاي بريستس وهي العالمة كروت تحيطها الكثير من الغموض طاقة الغموض طاقة الامور اللي خلف الكواليس اشوف هني عملك نفسه اجتهادك لان تحصل على مرادك كان دائما خلف الكواليس من اجل ذلك يمكن هؤلاء الناس مش واعين ان انت كنت تجتهد ليش لما انت هني قاعد تجتهد اشوفك في وقت الناس فيه ساعين عنك ما يلاحظونك في وقت الليل في وقت اهم بعيدين عنك فيه من اجل ذلك يستيقضون يوم من الايام يقولون برج الحود حصل على كل شيء بسهولة على القبول في الجامعة نجح في امتحانات الجامعة او نجح حتى في مقابلة العمل الجديد مهما كان الوضع لك خذ القراءة بما يناسبك خلا نشوف العربة كارت برج السرطان عندنا هني كارتين طاقتهم نارية ممكن يكون حامل اسد وقوس فارس الارض الفارس الحذر البطيء عكس طاقة العربة العربة دائما تمثل الاندفاع والسرعة هني قاعدة اشوف تعرف تأتينا اوقات في الحياة يا برج الحود انه مو فيها يكون بطيء انت الحمد لله خارج من هذه المرحلة خرجت بعضكم خرجوا وبعضكم على وشك ان يخرجوا تخرجوا من المرحلة اللي تعرف انت تحاول كثيرا ولكن نتائج او المقابلة اللي تحصل عليه مقابل اجتهادك قليل قليل وبطيء وما يدر عليك الكثير من النتائج بسرعة ما تحصل على الكثير من الاموال بسرعة كانت فترة متعبة في الماضي ولكن كل هذا رح يتوقف او يتغير ابتداء ان شاء الله بهذا الشهر انوضح تسعة الاخصان خمسة الخماسيات خمسة الخماسيات او الرقم خمسة هو دائما رقم الافتقار هذا الكرت ايضا يقول لنا احنا مش المفروض علينا ان نسمح للمشردين الاشخاص اللي الحين صاروا يعرفون قدرنا ويعرفون مكانتنا ومنصبنا نسمح لهم بالدخول والولوج في حياتنا لان عندك فوقها كرت يقول ممنوع الاقتراب ممنوع الاقتراب مثل ما انت وان كانوا محتاجين الاخص اللي رح يطلبون منك المساعدة او حتى يطلبوا الاقتراب منك في الفترة القادمة يريدون ان يقتربون من شخص ابتدى يحقق نجاحات في حياة العملية لان هنا اشوفهم كأنما لم يؤمنوا فيك لما انت كنت بحاجة لما انت كنت في هذا الموقف هم لم يساعدوك ولم يؤمن فيه الاخر كرت اللي يسئنوني ليش لما تسقط الاوراق الاوراق ما ااخذها كلها لما تسقط تكون بهذا الشكل ما ااخذها لما تنقلب واحس انها تخص القراءة ااخذها فكل الموضوع يخص نيتي الخاصة في اخذ الاوراق الاخر كرت انتهاء مرحلة مؤلمة عندك عشرة السيوف ولكن يتبعها لم يشمل هذا الكرت دائما يعني لي اجتماع السعادة لانها ذكرت اللمة في البيت السعادة الاسرية وجانبه الفرصة الجديدة الاموال القادمة في الطريق كأنما قاعدة اشوفهني وهذه الطاقة جدا جميلة يا برج الحود انت من الابراج الوافية خصوصا لما تكون طاقتك ايجابية لما تكون في عنصرك الايجابي من الابراج الكريمة السخية اللي تعطي ولكن تعطي لمن تحب قاعدة اشوفهني اول مثلا اول ما تدخل الجامعة اول ما تحصل على اول راتب اول مرتب اول دخل اول شهر من مشروعك الجديد على طول رح تأخذها وتتشارك مع الاشخاص اللي تحبهم تتشارك مع الاشخاص لم يؤمنوا فيك وكانوا دائما ضدك او ينتقدونك ومن ثم حين يطالبون ان يدخلون في حياتك يحصلون على جزء من هذا النجاح يتشاركون معك ويعيشون معك هاي النجاح لا هؤلاء الاشخاص هم ممكن جدا من المقربين اللي يحبونك ويحبون يشوفونك ناجح وبخير الاشخاص اللي يدعون لك بالتوفيق الاهل الام الاخوان الخوات الزوج اذا كان موجود الاب الجدة والجد هاي النوع من الطاقة اللي جدا مقربين وانت واثق مليون في المية انه دائما يريدون ويتمنون لك الخير او هذي ممكن حتى تكون النصيحة لك انه نعم فيه اشخاص انت عارفهم لازم تتركهم بعيدة عنك ما تعطيهم مجال يدخلون حياتك يتشاركون معك ولكن فيه اشخاص اللي وقفوا معك من البداية وساندوك كون كريما معهم تذكرهم لانه عندما انت شوفك هنا يا برج الحود كنت لا تملك شيء كنت قاعدة تمر في صعاب هذي اولئي الاشخاص قدموا لك كل ما يملكونه وهي فعلا بالطاقة هذه العامة دائما هي طاقة الام الاب دائما هم لا يملكون الكثير ولكن يعطونه كل ما يملكون تذكر هذا الموضوع او تذكر هاي الطاقة فيه اول نجاح اول اجتياز اول مرتب او اموال تأتي في طريقك هذي كانت رسالتك العملية رح انتقل الحين الى القراءة العاطفية العامة مثل ما عودكم القراءة العاطفية المفصلة رح تكون ان شاء الله في فيديو منفصل خلال شهر يونيو وايضا القراءة العاطفية ممكن تكون جدا معكوسة يعني لما اتكلم عن الشريك احتمال اني اتكلم عنك وايضا العكس اخذ الجانب اللي ناسبك من القراءة قاعد اشوف حب جديد واعجاب جديد مو قدتلك انت رح تنتقل في الحياة العملية في انتقالك للمكان الجديد سواء كان جامعة مشروع تديره وظيفة جديدة فيه شخص رح يعجب فيك بغض النظر من اللي موجود عندك في الماضي هذا شخص جدا جديد تقع عيناه عليكم من اول يوم يدرك انه هو جدا معجب فيك عشرة الاخصان كأنما اشوفك هني انت اللي يا برج الحوت ما عندك مجال تستوعب الحب او الاعجاب مش من فتح من اجل الحب هل مرتب تجارب او ما اخذ فكرة سيئة عن العلاقات بشكل عام عشرة الاكواب نعم لازم تدركهني اذا ما تنهي الطاقة القديمة عندك طاقة الخذلات طاقة الالم طاقة اللي انا جربت احب من قبل جربت ارتبط من قبل وما اتاني الا الاذية من الناس عندك هاي النوع من الطاقة تبكر الماضي وشلون اثر عليك الماضي تقول ماريد بعد مابي مرة ثانية اريد ادخل في حب وارد اخسر ثوني حين انا مستعد لبداية جديدة ولكن اهني الرسالة لك مقابل عشرة الاخصان عشرة الاكواب اذا احنا ما نخاطر ما نقدر نحصل على مرادنا الانسان ما يحصل على اللي في باله الامنية نزيل عن طريق ان يظل قاعد مكانه وينتظر الحب انه هو يدق بابه يكون هو دائما مثلا ممتنع تسعة الاكواب هذا شي انت لطالما تمنيته لطالما تمنيته ولكن رح يأتيك في وقت يدق بابك في وقت انت ما تتوقعه اشوف عندنا الكثير من طاقة الماء ولكن الشي الوحيد اللي لازم تسوي انه انت تكون منفتح من اجل الحب ذراثة الاكواب الاحتفال اشوفه هذا شخص ما يحب يلف ودور مثل العلاقات او التجارب السيئة اللي انت مريت فيها في السابق هذا شخص احب يدخل في الموضوع دغري ويوضح مشاعره ايضا بسرعة هنا هناك كارتس الاحتفال يبين لي انه بسرعة يتجه نحوك يبين ليك مشاعره يعطيك اهتمام الكثير من الاهتمام يغرقك بالاهتمام خصوصا امام الناس احب ان يبين مكانتك في قلبه امام الناس هذا هو الشخص اللي ممكن يكون توه دخل في حياتك اشوف نيته جدا ممتازه وطيبه وممكن على وشك ان يدخل نوضح الكرتات الكوب الاول ملكة الارض احتمال انه من برج ترابي اشوف هني طاقة الماء ممكن يكون ايضا برج مائي ولكن الطاقة الترابية اقوى عندي عذراء جدي وثور لا تنسى ان في قراءتك العملية كان عندنا كرت برج الثور المأذون هني انت هني كأنا ما قاعدة اشوفك تفكر يمكن في فارق سن بينكم او فارق في المنصب فارق في البيئة في فرق ما بين طاقة الماء او طاقة التراب فارق ديني مذهبي فارق في الجنسية حتى قاعدة تفكر ليش هذا الشخص تشوف ان انسان زين تتسائل مع نفسك ليش ما ارتبط ليش الحين قرار يتبط فيني انا لماذا اختارني انا عندك شوية طاقة شك في نوانا هذه هي طاقة عدم السماح بالاقتراب الدفاع اللي قلتلك لازم تخرج منها عشان تحصل على امنيتك في الحب الامنية اللي يمكن استسلمت عنها من وقت طويل التمبرانس التوازن الاعتدال هنا كأنما يقول لك هذا ايضا كرت يعني الصبر ساعات احنا نتمنى وايضا الملاك في يدك وبين قاعد يوازنهم ساعات احنا نتمنى ساعات نتمنى اشياء ونكون مستعدين لها وما تأتينا ما تأتينا لازم نكون هنا ايضا قاعدة اشوف الايمان نؤمن ان في الوقت المناسب بالشكل المناسب رح نلتقي الشريك اللي استحقنا فهني كأنما يقول لك لا تخطأ بالخلط بين العلاقات السابقة اللي مريت فيها بتجارب سيئة اشخاص غير جاتين اشخاص اشوفهم هني اشخاص شنو اللي جرحك وتعبك ان هاي الاشخاص العلاقات السابقة الشريك السابق كان غير مستعد ان يحارب من اجلك دائما ينسحب دائما يتركك ان تواجه الظروف والمصاعب لوحدك هني يقول لك لا تزر في هاي الكوك لا تزر وزر اخرى مشكل للناس على شاكلة واحدة ومشكل اصابعك سوا لان جدا الشخص القادم في طريقك اشوفه شخص ان شاء الله جاد وممتاز خلقا وخلقا خلقا نشوف تسعة الاكواب تسعة الاكواب اوضح من شذي ما فيه تسعة الاكواب رقم تسعة هو رقم الشي الفردي يعني واحد خلنا نقول التسعة هو الواحد امنية واحدة قديمة عندك بخصوص الحب بخصوص لما كانت مشاعرك لحد الان غير مخذولة بشكل عام تجاه الحب لما كنت لحد الان تؤمن بفكرة الحب نفسها نعم ما صار لك نصيب في السابق ولكن الحين الحب نفسه قاعد يطرق ابوابك هن رح ترفض شي انت لطالما تمنيته نوضح اخر كرت هن عندنا كرت برج الميزان العدالة كرت برج الميزان وايضا الامبراطورة كرت برج الميزان هذا شخص قلت لك من البداية حتى قبل ان اشوف الكرتات التوضيحية في ثلاث الاكواب قلت لك هني يريد ان يدخل من الباب على طول جاد على طول وضع اشوف هني قاعد اتكلم مع شخص من برج الحود عانى عانى في علاقة سابقة مع شخص سابق نوعية الشريك السابق كان جدا عكس الشريك القادم في طريقك الشريك السابق منذ ما قلت لك انسحابي ما يحارب من اجلك ما يثبت اي شي من اجلك يخليك دائما لوحدك في مواجهة المصاعب غير جاد اول ما تكلم عن الارتباط او تحاول ان تدفع معاه موضوع الارتباط تشوف منه طاقة انسحاب طاقة انت لوحدك في هذا الموضوع الشريك القادم اللي اشوف انه راح تلتقي فيه عن طريق العمل الجديد او المرحلة الجديدة اللي انتو مقبل عليها شريك جدا ناضج واثق مما يريد وعلى طول يروح لما يريد ليش لانه عندنا هني كرت الاحتفال يحتفل فيك امام الناس بمكانتك يبين ما يداري ما يخبيك عن الناس يقول يسوي نفسه ما يعرفك لا واضح فيه اعجابه لك وعلى طول تحت كرت العدالة الامور القانونية عقد الزواج الرسمي وتحته كرت الامبراطورة وهي الامرأة الحامل نية واضحة انسان دغري مثل ما نقول ما عنده يمين يسار يمكن انتي هني شوي تستغرب بسبب فارق السن فارق الجنسية تحس انه مثلا مواصفاته جيدة فلماذا لم يرتبط فيه لماذا لم يرتبط قبل ان يلتقيك انتي هني شذي قاعدة اشوفك تفكر ولكن هذا الشخص لم يجد الشريك المثالي لم يجد الشريك المثالي انتي هني قاعدة تفكر في اسباب لماذا اش معنى انا لما انت تكون الشريك المثالي بالنسبة لو في بينكم نصيب وتوفيق من الله الموضوع طبيعي رح يمشي بالسرعة اللي قاعديني نشوفها في القراءة كرت العدالة بعدين اشوف ان هذا الشخص على طول مستعد او عند نية واضحة ان يتوجه الى المأذون اللي شفناهني مأذون الزواج الوالد الوالدة ويكلمهم في موضوع الارطباط الرسمي يريد هذا دائما انسان يعني شوية ملتزم جاد وملتزم يريد ان يدخل معاك البيت من بابا كأنما حتى ما يريد مو مهتم في العلاقة والحب قبل الزواج نعم في اعجاب قبل الزواج يريد ان يدخل على طول في الزواج نفسه وعندنا كرت الامبراطورة اذا انت وافقت على هذا العرض اتوقع ان شاء الله يبرج الحوت انه رح يكون في حمل سريع مو بس حمل سريع هنا يتكلم هذا الكرت عن الوفرة مو انت هنا قدلك مجرد اعجاب قبل الزواج ولكن بعد العشرة الامور رح تمشي بينكم وفي العشرة رح تتطور بينكم العلاقة والاحاسيس والارطباط بشكل جدا سريع بشكل يتخطى توقعاتك افضل من توقعاتك اوكي هذه كانت قراءتك العاطفية رح ننظر الى الاخبار القادمة في طريقك ممكن تكون اخبار متعلقة بفحوصات بتأشيرة عمل بطلب هجرة موافقة على مشروع اي اخبار انت بانتظارها ملك الاكواب ملك الاكواب رح يكون في ثقة من هاي الاشخاص بانك تكون على قد المهمة هذا كرتك انت كرت العالمة موافقة عليك ممكن جدا ان تكون تحاول تدخل مثل ما قدلك الجامعة تحصل على وظيفة لانه هني اشوف الموافقة شخصية باسمك باسمك الخاص مو باسم شركة باسمك الخاص تقبل في وظيفة تنقبل في او حتى هني قاعدة اشوف ينادونك بالاسم هل انت بانتظار مثلا حفل تخرج ينادونك بالاسم يمكن في هني شركة توظيف او شخص لاحظ ادائك من بعيد انتبهلك فقبل حتى ان تعرض نفسك عليه تريد ان تقدم يعني على الوظيفة على الجامعة وهم ينادونك بالاسم او يطلبونك بالاسم اوكي اربع الخماسيات قاعدة شوية انت شوفك هني تعاين تعاين كل خياراتك تريد ان تختار الافضل لنفسك ما تريدك تتسرع في اتخاذ القرار عشرة الاكواب مرة اخرى نعم لان اشوفه هني انت تفكر ان القرار القرار اللي رح تاخذه في هاي المرحلة في الجامعة الوظيفة الجانب العملي رح يتأثر على حياتك باطولها على المدى الطويل فاشوفك هني شوية حذر وما تريد ان تتسرع في اتخاذ القرار ولكن قرار تأثيرات رح تكون ان شاء الله جدا ايجابية اخر كرت فارس السيوف هل انت خائف من المسئولية ما ادري هل انت خائف من الانتقال عندك شوية خوف ايضا هاي الكرتين يبينون لي انك خائف مش خائف كثير ما عندك شوية قليل جدا ترقب من المستقبل لانك داخل في مرحلة جديدة منتقل مثلا من مرحلة ثانوية الى جامعية من مرحلة خريج الى مرحلة موظف فعندك شوية تريد ان تبهر الناس تريد ان تثبت نفسك عندك مهمة تريد ان تحققها ففي الفترة القادمة ايضا النصيحة لك ان تكون مركز مركز وجاد وعلى قدر المهمة في هاي الموضوع راح اشوف لك الكرت التحذيري طاقة التحذيرية لهاي الشعر الريفر كوين بالضبط ملكة النهر ثلاثة زائد ستة تسعة قلت لك هذا الشهر عبارة عن راح تحصل على امتيازات بسبب جهودك الفردية و راح تدخل في المرحلة الجديدة ايضا منفرد النجاح اللي انت مقبل عليه فردي انه يتكلم لك عن الفلو الحرارة الى موضوع حركة الانسيابية لان طبعا طاقة الماء وهي طاقتك الطبيعية هي حركة طبيعية ما ندفعها و ما نتحكم فيها الماء ينساب لازم ندع امور قديمة تنضي ان كان في حياتنا هنا قاعد يقول لك لا تخلي اللي حدث في الماضي يأثر او يحكم عليك انت حتى يحكم عليك شلون تنتقل الى المرحلة التالية تحمل معاك نوع من المتاع القديم من المرحلة السابقة الحركة بصورة طبيعية لا تحاول انك مثل ما نقول هنا قاعد اشوفك رح تدخل في طاقة مش طاقتك تريد ان تثبت نفسك تريد ان تكون جاد تكون جاد تريد ان تثبت نفسك في المرحلة القادمة هنا نصيحة لك ان انت ما لازم تسوي اي شيء زيادة عن الامور اللي كنت تسويها في السابق يعني اذا كنت دائما مجتهد في الدراسة في العمل تصرف على طبيعتك هذا الكارت يقول لي تصرف على طبيعتك لان الماء هو عنصرك الطبيعي هنا اشوفه قاعد تحاول تاخد طاقة هوائية طاقة العقل الذكاء تحاول تثبت نفسك تتصرف بذكاء في مثلا المقابلة الوظيفية لا تطلع من طاقتك طاقتك هي افضل ليش اقولك طاقتك لو اتى برج هوائي وحاول ان ياخذ شوية طاقة مائية شوية طاقة مائية مثلا عشان ينجس فيها شيء معين ممكن ولكن لازم تدرك ان البرج الهوائي رح يتمكن من الطاقة المائية مثلك انت ولا انت رح تتمكن من الطاقة الهوائية مثل البرج الهوائي نفسه فكل واحد عنده سيطرة وتحكم اقوى على الطاقة اللي انولد فيها كن على طبيعتك لا تحاول تتسنع ولا تحاول تمشي على خطة شخص اخر تشوف مثلا ابن عمك زميلتك في الدراسة حتى هذا هو التحذير حين سمعت بشكل واضع مثلا عندك صديقة او صديق دخل الى الجامعة ودخل الى التخصص الفلاني وتروح تتبعه انت هنا حركة الماء مسارك مختلف عنهم فلا تحاول ان تمشي على خطاهم مثلا اذا احد الوالدين درس في الجامعة الفلانية تريد ان تمشي على خطة تخصصاتهم في العائلة تخصصات معينة كلهم مثلا اطباء تريد ان تمشي على خطاهم خل يكون لك بصمتك الخاصة في اي موضوع انت مقرر لك خلفي او تقبل علي عزيزي ونشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها خلال هذا الشهر باذن الله اوكي كارتين انقلبوا استارفش عنصرها ايضا مائي معناته رسالة تأكيدية كن في عنصرك المائي كن على طبيعتك نجمة البحر تتكلم عن الجاذبية الجمال السطحي وايضا الكاريزما وعندنا الترانشولا العنكبوت الذئبي اتوقع وعنصره ناري في الفترة القادمة كانا ما اهني لك نصيحة انه مش محتاج مثل ما قلت لك ان تأخذ طاقة هوائية تصرف على طبيعتك وخلي الاخرين يشوفون ابداعك الخاص المجال اللي راح تدخل فيه ما يريدون شخص جاد كثير العمل يملكون الكثير من الاشخاص اللي تشده ركز على الجانب الابداعي ليش لانا شوف العنكبوت مع انه جدا مبدع وجدا متميز ولكن ما فيه كائن ثاني يقدر يقلده طريقة حياكته مختلفة يريدون منك الابداع التميز الاختلاف هذا اللي راح يخليك تصل الى مبتغاك في فترة اقل في فترة اقل اسهل من لو انك تحاول تاخد طاقة انت مش متمكن منها تحاول تقلد شخص او تمشي على خطة لا انت عندك هنا مواطن قوة خاصة فيك استخدمها مثلا اشوف انا كثير من الاشخاص عشان يحضرون طبق معين يدخلون المطبخ ويمضون ساعتين وثلاث ويكون طبقهم جدا جميل ما راح اقولك متميز طبق تقليدي جميل ولكن دائما برج الحوت لما مثلا يدخل المطبخ خلال نصف ساعة اربعين دقيقة يطلع لك بطبق مبتكر من صنع الخاص ابدا ما في مثله يعني ما في احد ما في فيديو شاهده وقلده طبق الخاص وفي وقت اقل وقياسي هذا الطاقة اللي محتاجها ركز على ابداعك الخاص هم محتاجين لهذه الطاقة منك وهي اللي راح ان شاء الله توصلك الى هدفك عليز برج الحوت هذه كانت قراءتك الجميلة جدا لشهر يوم